موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فقد روى الطبراني في مكارم الأخلاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه عليك بالصمت إلا من خير فإنه مردة للشيطان عنك وعون لك على أمر دينك هذه الوصية من عمل بها فاز فوزا عظيما فعلى المسلم أن يعمل بهذا الحديث الشريف وأن لا يبالي إذا حضر مجلسا أن يقول الناس فيه إن أطال الصمت إنه غبي ولو كان من أهل الفهم لتكلم كما يتكلم غيره والعجب ممن لا يعمل بهذا الحديث بعد أن سمعه وقد قيل في ذلك بيت من الشعر عليك بطول الصمت يا صاحب الحجاء أي صاحب الفهم والعقل لتسلم في الدنيا ويوم القيامة العاقل لا يبالي بما يقول الناس بل يتذكر قوله صلى الله عليه وسلم إنك ما تزال سالما ما سكت فإذا تكلمت كتب عليك أو لك رواه نواب الدنيا في كتاب الصمت ومعناه ما دام الإنسان ساكتا عن الكلام فهو سالم فإذا تكلم فإما أن يكتب عليه إن كان شرى أو له إن كان خيرا ولذلك قال أهل العلم ينبغي على العاقل إن كان الكلام مباحا أن يتركه إن كان لا مصلحة فيه لأنه بالمباح قد ينجر الشخص إلى الحرام أهل العلم يقولون النفس لها شهوة في الانتناق بالكلام بما تشتهي من غير نظر إلى العواقب فمن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتد به الوسول عليه الصلاة والسلام كان طويل الصمت فاقتدوا به وإلا فإنكم على خطر لأن الإنسان إذا كثر كلامه يكثر يكثر سقطه فمن أطل الصمت حافظ نفسه كما روى الترمزي عن عبد الله بن عمر بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صمت نجا أي الذي يصمت ينجو من كثير من الزلات يقل طمع الشيطان فيه يمل منه يقول هذا لا يتكلم كيف أمسكه كيف أوقعه ارتقى عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل جبل الصفا ثم أخذ بلسانه فقال يا لسانك الخيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم ثم قال رضي الله عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثر خطايا ابن آدم من لسانه رواه الطبراني بإسناد صحيح من طريق أبي وائل اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا وفي الآخرة